بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شافية المغربية لكم مني السلام ولكم مني دعاء تستهلوا كل خير أحباب شافية المغربية تنبغيكم وتنبغي لكم الخير وتنطلب الله سبحانه وتعالى بهالذكر النبوية إن شاء الله يكون عندكم فالي الخير ويكون تكونوا مزيانين ويفرحكم يا ربي ويعطيكم المبتغة ديالكم ويفرحكم يا إلهي صلوا كاملين على سيد الخلق نبغي أكبر عدد ديال الصلاة على الحبيب باش ربي يدعمنا ويعطينا السؤال ديالنا لأن أكبر عدد بغيتوا يكون من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله إحنا فيد الله وفحم الله وفحم الرسول اللي يصلى على الرسول من أحباب رسول الله جبت لكم واحد الوصفة زوينة إن شاء الله غادي تديرها اللي عنده العيد يوم الخامس يديرها واللي عنده العيد يوم الأربعة يديرها هاد الوصفة إن شاء الله ولو تديرها مع عصر العيد ولو تديرها ليلة في يوم العيد حتى العيش ماشي مشكل ولو تديرها ولكن تديرها بصفة النية وكل شي مزيان إلا كانت عندك النية حسنة لابد ربي غادي أعطيك السؤال ديالك لأنك من أهل الخير وهديك الليلة ليلة المولد النبوي لابد نحطوا واحد صيغة كريمة نحاولو نقرأ صورة ياسين ثلاث مرات ونقرأ مرة واحدة صورة الفتح أن نقرأ أسماء الله الحسنة كاملة ونطلب الدعاء ديالي ونطلب الدعاء ديالي ولكن كن حتى بخور وحتى طمر ليلة العيد ولكن هاد هاد طمر والبخور غادي نتبخر نهار تاني عيد أو تالت عيد أو رابع عيد المهم نتغد تديرها بنية بنية جلب الزوار أو الخطاب إلى العتبة وصفة رائعة بزاف النس دروها وجابت لهم الخير والبركة وجابت لهم الأزواج إن شاء الله نقرأ صور سياسي منوصل المبين هنقول الدعاء ديالي اللي بغيت ولكن نقرأها بنية أشنو بغيت صور سياسي نقرأها بنية أشنو بغيت عمل زواج تسريع أوراق تحيد ليا الغبنة مهم أي حاجة ولكن ونفت على هات طمر وعلى الاطمر وعلى البخور الطيب هات البخور إلا عندكم هات البخور جيد عندكم عود خشب ديروه عندكم جاوي ديروه عندكم حرم ديروه مهم بخور والمهم تقرأوا على أي بخور عندكم الموجود في البيت فقط أما الطمر موجود في كل البيت الحمد لله ربي إلا ما كانش عندكم طمر خدوا زبيب أو شي حاجة مهم تقرأوا على شي حاجة حلوة ولو ما يكونش عندكم طمر قرأوا على ثلاث قطع السكر ثلاث قطع السكر يكونوا صغار تقدر أنك تأكلهم إذن سنبسط الأمور باش كل شي يدير الوصفاتك اللي ما يحضرش عنده طمر أو ما يحضرش عنده بخور ندير حرمل أو ندير جاوي أو ندير أم الناس مهم القراءة صورة ياسين ثلاث مرات مع صورة الفتح مع أسماء الله الحسنى نكون طاهرة البدن نكون عندي يقين في الله بأن الله بصورة ياسين غادي فتح ليها بزرط لبيبان وغادي يكون عندي خير هنكون وقت القراءة نكون بخر بأي بخور عندي ولو يكون عندي عود دي الند نبخر به لأنه بعد الأحيان ما تيكونش البخور الواجب غادي ناخد هاد عود الند هاد عود الند توا جيد في التبخير هاد عود الند توا جيد في التبخير غادي نحاول أنني وقت البخور غادي نجبد واحد وغادي نبخر به بإذن الله لأمني أنا بغيت نكون بغيت واحد طاقة رحمانية حيث القراءة وقت القراءة لا بد نتلقى بأخور باش يكون عندي هاد الند لأنه إلا ما كانش عندي هذا غندير هذا لأنه المهمة عندك الغرض بتطهير المكان باش نقرأ صورة ياسين صورة ياسين عندها طاقة إيجابية وعند ملائكة الرحمن تخدموا صورة ياسين لا بد يكون بخور جيد ولو يكون بخور غير جاوي المهم أنا نبخر ونعطر المكان اللي أنا فيه نكون نقيا في البدن ديالي صافي الدهن واخد القبلة ونصلي ركعتين ونستغفر سبعين مرة ونصلي على الرسول سبعين مرة ونبدأ نحط الطمر أو أي حاجة حلوة عندي ولو تلات قطع ديال السكر أو سبع قطع صغار اللي غادي نقرأ عليهم صورة ياسين وعندي بخور إما هذا إما هذا إما حرمل إما آآ جاوي وغادي إن شاء الله نقرأ ونقع من نوصل المبين نقول أمنية ديالي من نوصل لآآ سلام قولا من ربي الرحيم هنقولها ستوثلاثين مرة بالسبحة وهذا كل وقت سبحان الله العظيم هاد الآية من أعظم الآيات لفصورة ياسين سبحان الله العظيم قال آيات لهم طاقة رحمانية وطاقة إيجابية ولكن هاد تحقق ما تريدون سبحان الله إذن نوصل سلام قولا من رب رحيم قد نقولها ستوثلاثين مرة ونقول الأمنية عندي يقين في الله سبحانه وتعالى وفي الصور اللي تنقرأ وفي هذه الآية سبحان الله تشافي المرض سبحانه وتساعدك على الأمنيات سبحان الله لها طاقة رحمانية سبحان الله تقدي الحاجات إذن هاد نقرأ سورة ياسين ثلاث مرات سورة الفت أسمى الله الحسنى وغادي إن شاء الله نقرأ اللهم بحق سورة ياسين ما نكمل نقول اللهم بحق سورة ياسين وما فيها ومن أسرارها ونرانيتها وبحق هذه الآية سلام قولا من رب رحيم أن تعطف علي يا أرحم الرحيمين يا جواد يا رحيم ونقدر نبكي في لحظة الدعاء يا رحيم يا جوادي يا معطي أعطني سؤلي يا معطي أعطني سؤلي في أموري أنت الرحيم أنت الجواد أنت تقول هذا شيء من القلب ديالك سبحان الله يعطيك الله سؤلك وأنا عندي يقين بأن الله رحيم بعباده ولكن تطلب بقلب صافي قلب ما فيش الدنك قلب يكون خير من بعد من الشركيات من بعد من من طاقة سلبية في حياتي إذن الصباح رباح أو الظهر نأكل هالطمرات أو مع العشاء أو أي وقت بجي تتاكل تحافظ عليهم تقدر طمرة وحدة الزمعات في بابي أليمنيوم مع شوية العود وغادي نبخر البيت ونبخر الراسي الوقت ليكون عندي غرض مهم نبخر من هذا البخور حيات قريتي عليه في هذه المناسبة الدكرة النبوية قلت لكم إما ليلة العيد تقرأ عليها وإما صباح العيد وإما البخور يكون في أي وقت نهار يوم الدكرة النبوية وغادي ناكل التمر أو جوج أو ثلاثة أو نحافظ على قطعة ندير فيها بخور بحلقة ندير فيها بخور بحلقة نعمرها ببخور ونخليها معايا في نخليها معايا في الشنطة نخليها بحلقة معايا في الشنطة ونخليها لأنها مقرية لها صور سياسين اللهم بحق ياسين وأهلي ياسين وبحق ما فيها ومأسرارها أن تجبر بخواطر متابعين المتابعين القناة شافية المغربية اللهم كلهم عون ومعين في كل الأمور اللهم بحق محمد وآل محمد أن يرزقهم سؤلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين هذه ساعة إجابة وتلوت الليل أنا أصور ولكن لكم مني الشكر الجزيل لكم مني كل دعم وأنا معكم أي حاجة دقوا على باب القناة وأنا معكم في كل الأمور لأنني أحبكم في الله إذن وصفة رائعة أتمنى أن إن شاء الله تديرها ولكم مني السلام وذكرة نبوية إن شاء الله تنزل عليكم كرحمة ومودة بحق محمد وآل محمد صلوا عليه وسلم وتسلم اللهم صلي على حبيبي رسول الله اللهم صلي على سيد الخلق اللهم صلي على محمد النبي الأمي وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما وإلى وصفة أخرى إذا أعجبتكم الوصفة دعموني بلايك واشتراك وفعل الجرس باشي وصلت كل جديد ليجأي أقوى وأقوى إن شاء الله طاقة إيجابية وطاقة رحمنية بحمد الله وشكره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة